أنا أنا بعتقد أن احنا محتاجين محافظ جريء جدا يعني يتسم بالجرأة بالإقدام بعدم الخوف على منصبه لو توفرت فيه ثلاثة عناصر طبعا مع الخبرة يعني لازم يتوفر معه خبرة أنه خبرة إدارية يعني لو حد توفر فيه الأربع عناصر دونه أنا أعتقد يبقى قدمنا نمازج كترة جدا وهنا نضرب أمثلة يعني أمثلة لازال الناس بيذكرها حتى الآن اللي هو عادل لبيب في تجربة إينا على سبيل المثال كان كل اللي عمله عادل لبيب في تجربة إينا أنه اعتبر نفسه رئيس جمهورية إينا وبدأ يصدر قرارات وينفذ حاجات ما كانش موجودة في مصر كلها يعني هو عمل منظومة نظافة عند المواطن وصل وعي المواطن بالنظافة أكتر من وعي القاهري قدر يعمل مناطق جمالية في إينا عمل حمامات سباحة للستات والرجال يعني هنا أنت قدام حد كاركتر خلاق جريء مش خايف عنده خبرة إدارية قدر يعمل تجربة عظيمة جد الله يرحمه الدكتور عبد الرحيم شاحتف في تجربة الفيوم دخل الفيوم وهي كانت بتئن تحت وطقة إرهاب مناطق زي مناطق كحك والمناطق اللي هي كانت مناطق فقيرة جدا ومناطق مؤوزة واستطاعت الجماعات الإرهابية أنها تتسال إليها باعتبر أنه ليس لك في الدنيا فلتبحث عن الأخيرة بقى بفكرة العملات المتحرية والقتل وكذا رأى عبد الرحيم شاحتف في ذلك الوقت وصل بعد ثاني سنة إلى أنه الفيوم يدخلها 8 مليون سائح داخلي هو قدر يعمل شعار رائع جدا الفيوم رأة القاهرة هنا تجربة عبد الرحيم شاحتفت كالتجربة بتتسم القدر على اتخاذ القرار الجر الشديدة عنده مواهب إدارية مش خايف على منصبه وعشان ما خافش على منصبه جابوه بعد كده الجيزة وبن الجيزة ودهو القاهرة لأنه مش خايف على منصبه ملوش مصلحة تجربة أخرى بتاع اللوعب سالمحبوب وبعدين يعني كان فيه سرعة في التنفيذ أهم حاجة في المحافظ في الفترة اللي جاية من وجهة نظري أنه يبقى فيه سرعة فيه تنفيذ القرار أو يبقى فيه تطوير للمحافظة اللي هيقعد فيها لا فكرة أنه يعني أول ما يروح المحافظة يتدرس من خلال الأجهزة اللي عنده أنا مثلا محافظة صيد مثلا أنا محافظة زراعية أنا محافظة سياحية أنا محافظة انتاجية بتعمل المصانع وفيها كذا وبتمشعر فيه أبص بقى الأهم مقطع فيها زراعة أروح أشوف إيه مجاكل الناس اللي هناك دي نهايات ترع والمية ما بتوصلش وكذا وبتعمشعر لازم أبدأ أفكر هحلي ده إزاي اللي هو إزاي بسرعة تركب مشاكل محافظتك والناس تلاقيك في الشارع معها وتلاقيك في مشاكلهم وتلاقيك في مين أكتر محافظ لفت نظر حضرتك في خلال هذه الفترة بنشاطه الحقيقة يعني يؤسفني أن أنا أقول لحضرتك يعني ولا واحد ما فيش الكاراكتر اللي هو العمل زي ما قلتها حضرتك إنا يعني إنا لزارت حتى الآن حفر في وجدان القنوية اسم لوعة لبيب يعني يعني انت حد قدر يغير ثقافة المجتمع قدر يغير في الناس اسكندريا ما يشكرنيش اللي عمل ده مين اللي عمل ده عبدالله السلام المحكوم شوفي عمل تطور في الكورنيش قد إيه إنما أنت بقيت تتوقل اسكندريا اللي مش كورنيش كمان شكرا للمشاهدة